القصف المدفعي والمفارز الهاون التي تعتبر عقد للشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع وطبعا القوات العراقية هي الآن تنفذ عملية الاستنزاف لمسلحي التنظيم في الجزء الجنوبي من الزنجيلي على اعتبار أن القوات تمكنت من إخلاء عدد كبير من العائلات فيما تبقى من مناطق وعزقة نسمع الآن ضربات المورتر التي تنفذها فرقة الرد السريع باتجاه مواقع داعش وعقد التنظيم مضافا لذلك عمل استخباري تنفذه القوات العراقية لاستهداف مواقع التنظيم على اعتبار أن هناك مجسات جوية ترصد حركة مسلحي التنظيم مضافا للاستخبارات البشرية التي تقدم معلومات عن أماكن تواجد مسلحي داعش طبعا بالنسبة كمال لهذا الحي هو الجزء الشمالي الحدود البلدية الشمالية للمدينة القديمة الفاصل بينه وبين المدينة القديمة شارع عام فقط وبالتالي التنظيم يدرك أن اقتراب القوات العراقية إلى انهاء الوضع عسكري لصالحها في الزنجيل فأن ذلك يعني تضييقا إضافيا على مواقع مسلحي داعش في المدينة القديمة يمكن أن ترصد كاميرا الميادين كمال العمليات في الزنجيل تحديدا هذه المنطقة هي المنطقة الشمالية للموصلة القديمة جامع النوري كما ترصده الميادين وكما رصدته من عدة زوايا جامع النوري يظهر في عمق السورة والقوات العراقية لديها إحاطة بجامع النوري خلال إحاطة في الزنجيلي يعني القوات العراقية أصلا لديها وجود في باب سنجارة الفرقة الثالثة في الشرطة الانتحادية الفرقة المغاوير وفرقة الرد السريع هما من يقاتلان لاستعادة الزنجيلي المنطقة الموجودة ضمن الصحة الأولى والتي تمثل اتصالا جغرافيا بالزنجيلي وبالشفاء هي بيد قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتالي القوات العراقية الآن لا تريد أن تتقدم أكثر لاستعادة الزنجيلي قبل المباشرة بعملية السيطرة على الشارع الرابط ما بين الزنجيلي والموصل القديمة القوات إن أتمت الزنجيلي فهي تدرك أن داعش سيستميت في المدينة القديمة تحديدا في شمالها في الخاتونية وفي الدرقزلية وعلى هذا الأساس في القوات العراقية تنتظر أن يكون هناك ضغط متولد كمال لديها من المحور الغربي في دورة بغداد ومن المحور الجنوبي عند باب البيض وباب جديد والمحور الشمالي الذي هو مهمته الأساس استعادة كامل الزنجيلي أكثر من 85% عمليا وفق مصادر الميادين كمال فهناك مربع سكني واحد هو المتبقي من الجزء الجنوبي للزنجيلي وبالتالي قوات الشطة الاتحادية لا تجد دفسها مستعجلة للحسم وأخذ هذه المنطقة قبل أن تكمل الفرقة المدفعة التاسعة استعادة ما تبقى من حيء الشفاء عند ضفاف نهر دجلة في هذه الأثناء أيضا نرصد إطلاقات عقد المورتر والإسناد المدفعي لفرقة الرد السريع في هذه المنطقة باستهداف مواقع مسلحي التنظيم وبالتالي كمال القوات العراقية تريد أن تنهيك داعش قبل أن تندفع أكثر باتجاه الشارع العام على اعتبار أن المدينة القديمة وفق معلومات الميادين فأن مهمة دخولها وتحريرها ستكون مهمة الفرقة الذهبية قيادة العمليات الخاصة مع المغاوير والرد السريع وقد يعني يتغير توزيع الأدوار لكن الأساس هو عملية الدخول للمدينة ستكون من الجهة الغربية ومن الشمالية وخط الصد والمسك سيكون من جنوب المدينة القديمة باشرت قوات الشرطة الاتحادية طبعا كمال بالتزامن بتنفيذ خطتها الإنسانية كما رصدتها الميادين من الزنجيلي أخلت ما تمكنت إجلائه من عائلات في هذه المنطقة وفي محاور الاشتباك كذلك عمدت لنقل هؤلاء سريعا خارج مناطق العمليات على اعتبار أن هناك قذائف مورتر وهجمات لداعش باتجاه المنافذ الإنسانية كما عمدت لتجهيز نفسها لإنشاء أربعة منافذ إنسانية في المدينة القديمة في شمالها وفي جنوبها يستمر القصف في هذه الأثناء كمال باتجاه المربع الذي لا يزال داعش مصر على أن يستنزف القوات العراقية فيه فيما القوات العراقية تحاول قدر الإمكان الحفاظ على أرواح مقاتلي قوات المغاوير بعد عمليات الاندفاع في سنجيلي وهو طبعا بطبيعة الحال من أكبر أحياء مدينة الموصل وهو الذي أراد فيه التنظيم أن يجعله خطا دفاعيا لوجوده العسكري في المدينة القديمة وبالتالي هو عمد كمال إلى شن هجمات بسيارات مفخخة شن هجمات بسبع سيارات مفخخة بادر طيران الجيش لتنفيذ ضربات لقطع الطريق على التنظيم ومعه من أن يكون في راحة ميدانية بسيارات مرتبعة تونج 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 يمج تونج على لفخن الهوز سنه تلبي عمو تحمل ايش تحمل ايش مشينا وفجأة اطلاق ناري جاء علينا قبل القناصين على المستشفى العام ايه من المستشفى العام اطلاق ناري صار علينا وصابنا تقريبا 200 واحد ضليت صيح علي ومصيح